بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي الطلاب نبدأ في المحاضرة الرابعة من الفصل الخامس عن العمليات العقلية المتصلة بالتعلم كنا قد تحدثنا عن عملية الإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك الآن نتحدث عن إحدى هذه العمليات وهي عملية التذكر وديه موضوع مهم جدا اللي هو أهالي وأسر وطلاب يشتكي يقول يا دكتور إحنا عملية التذكر عندنا صعبة وعملية النسيان بصورة مستمرة وهكذا طيب عايزين نعرف إيه هو التذكر؟ التذكر هو عملية عقلية تتضمن القدرة على استرجاع ما سبق وتعلمه الفرق تيجي تقول لي يا دكتور أنت شرحتها وأنا فهمها بس مش قادر أسترجاعها مش قادر أحصل عليه فالقدرة على التذكر اللي هو القدرة على استرجاع ما سبق وتعلمه الفرق فيه طريقتين للتذكر طريقة بسمها الاسترجاع والاستدعار ودي معناه أن نحن نتذكر أو نستدعي أو نحصل على معلومات سابقة من غير ما نكون ظهر أمامنا ما نكونش ظهر أمام العين بس ترجعها من الذاكرة أما التعرف أنه يذكر أمامي يقولك اختر الإجابة الصحيحة ما بين البدائل التالي بفتير حالة يعطي لنا عند البدائل ونظوري أتعرف يعني أطلع أختار الإجابة الصحيح يبقى الاسترجاع أو الاستدعاء أن أنا بحصل على المعلومة السابقة أتذكرها دون أن تكون مثلة أمامي إنما التعرف أن أنا أقدر أستخرجها من بعض البدائل الموجودة أمامي طبعا بنشتكي جميعا من النسيان النسيان يعني وهذا النسيان معناه أن أنا بأفقد بصورة طبيعية سواء جزئيا أو كليا سواء بصورة دائمة أو مؤقتة للمعلومات أو المهارات تجي تشتكي تقول لي يا دكتور أنا نسي مش فاكر حاجة أنا عاجز عن أن أتذكر اللي حددك شرحته هذه الأشياء طبعا النسيان له أسباب كثيرة جدا طب تعالوا يا الشباب مع بعض كده نقعد كده مجموعات أو مع بعض كل زميل مننا يقولينا خبرته الشخصية ووجهة نظره عن الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان من وجهة نظرك كده ها عايزين نسمع ايه الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان ها نعدد مع بعض آه في عدة أسباب تؤدي إلى النسيان يعني عدم التذكر طيب تعالوا نشوف بعض الأشياء بعد ما سمعنا من آراء بعضنا البعض إيه الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان أول سبب يؤدي إلى النسيان الذكريات والخبرات السابقة اللي احنا بنستعملها بتكون أكثر عرضة للنسيان إذا ما كانش الموضوع الخبرات مستمر معنا التعلم مستمر بيؤدي إلى النسيان أيضا أشرت الدراسات إلى أن الأطفال والكبار وكلنا بنتذكر بوضوح حينما يكون اللي بيعرض علينا في صورة قصص بنتذكر الأشياء اللي تؤرض علينا في صورة أفلام بنتذكر الأشياء اللي هي تكون تستخدم في رصدها أو في تعلمها أكثر من حاسة يعني الطلاب حينما يركز المعلم على أنهم يتعلموا منه من خلال عرض فيديو صوت وصورة وحركة بيكون القدرة على التذكر أفضل لكن النسيان أن يشتكي الطالب المادة عقيمة المادة مملة مادة نظرية بحتة مصطلحات جمدة مفيش حركة مفيش مثال مفيش صوت مفيش وكذا فلابد نستخدام هذه الأشياء أيضا عدم الربط بين المعلومات والخبرات السابقة الموضوعات منفصل لكن لو أنا في ربط في ربط بين الموضوعات بعضها في ربط بين الموضوعات وما يحدث في الطبيعة وما يحدث في بيئة الفرد بيكون التذكر أفضل لها بكده انتهينا من الفصل الخامس من العمليات العقلية المتصلة بالتعلم اللي هي الإحساس والانتباه والإدراك والتذكر والنسيان أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة